النهج الإصلاحي إن التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشراعية ركيزة أساسية وقاعدة صلبة انطلقت منها الإنجازات والمكتسبات التي تحققت منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة الذي وضع قواعد متينة لدولة دموقراطية من خلال المواد التي تضمنها الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني ورسخ بقوة لدولة القانون والمؤسسات حيث انعكس هذا التطور الديموقراطي والإصلاحي بظلاله على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشراعية التي تشهد دائما تعاونا مستمرا إضافة إلى خلق قنوات للتواصل من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك مما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن إن مبادئ ميثاق العمل الوطني أكدت على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ التعاون البناء بين السلطتين والذي من شأنه الإسهام في تكامل الجهود والاستمرار بكل عزيمة وإصرار على بناء الوطن ونهضته حيث أن اللقاءات والاجتماعات التنسيقية المشتركة بين أعضاء السلطتين التشراعية والتنفيذية من شأنها تجاوز التحديات والوصول إلى توافقات ووجهة نظر تدفع بمزيد من التشريعات الداعمة والمساندة لبرنامج الحكومة وخطتها لتنمية مختلف القطاعات والمجالات إن تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشراعية من شأنه النهوض والارتقاء بالعمل التشراعي وتحريق أداء حكوميا ناجحا وقادرا على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات